وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس عبد المجيد تبون خلال تسلمه رئاسة الدورة الواحدة والثلاثين لجامعة الدول العربية اقتراناً عقاد القمة بذكرى الفاتح نوفمبر يشكل مبعث فخر مضيفاً أن القمة تتنعقد في ظروف حساسة ومتوترة وأزمات صعبة في العالم العربي مضيفاً أن هناك تحديات داخلية وخارجية وظروف عالمية قلبت الموازين في كل أنحاء العالم الرئيس تبون أكد أنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية والجوهرية الأولى هي القضية الفلسطينية التي تتعرض للتصفية من قبل الاحتلال عبر ممارساته وشدداً أن مبادرة السلام العربية ركيزة أساسية لقيام سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود السابع والستين وأرضف بالقول سنطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وأكد رئيس الجمهورية التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته وعاصمتها القدس الشريف كما أضف بالقول أتطلع لإقامة لجنة تنصيق واتصال عربية للمطالبة بعقد دورة استثنائية للأمم المتحدة ومنح فلسطين العضوية الكاملة مشدداً بالقول يتعين علينا التحرك في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها استكمالاً لواجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية القلب النابض للأمة العربية أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة